الناس اللي كي جمعوا التبرعات وكيكونوا واقفين قدام الأسواق الكبرى إنهوا الناس عند تخلى دي الباب يعني بحل كيف يفرضوا عليهم أنهم يتبرعوا وكيف يكونوا خارجين إلى ما أعطوهم شي حاجة دي لتبرعات كي بقى يلوحوا عليهم الهضراء لا تودتلوح الهضراء على الناس زع ما زع ما كتحرجوا الناس اللي عندو ولي ما عندوش الهضراء الناقصة بشوفة الناقصة السلام عليكم عزاؤنا واحد في الضحايا دي البلادنا وإنا لله وإنا إليه راجعون أنا جيت نعقب غير على واحد الموضوع اللي قريته في السوشال ميديا وغادي نهضر فيه وسامحوا لي سامحوا لي إلى دخلت في واحد الطرفية ماشية هذيك دي الواحد النوعية اللي كيسمي وراثهم الناس اللي كيجمعوا التبرعات ما عندوش نقوع عليهم جمعية ولا شي حاجة ولكن ولد واحد ظاهرة ده بغير في هذي يومين هذي كيسمي وراثهم جمعيات اللي كيجمعوا التبرعات وكيكونوا واقفين قدام الأسواق الكبرى بحل مرجان بحل أسيمة بحل كارفور وكيسنون الناس عند دخلت الباب وكيدخلوا الناس من يكونوا داخلين كيعطوهم واحد الورق وهذه الورق يعني بحل لك يفرضوا عليهم أنهم يتبرعوا والناس من يكونوا خارجين إلى ما أعطوهم شي حاجة لتبرعات كيبقوا يلوحوا عليهم الهضرة وكيبقوا يرى وفيهما يرون تناقصين أعمل سيدي قال الله انتم لم تطفى عليكم ما معاوتم هذي توقفوا قدام أبواب الأسواق الكبرى تطلبوا التبرعات والناس اللي مفحلهم ووصلوا التبرعات ديالهم الفق وصلوا ووصلوا الامانة لذلك ما ستنوك إذا توقفوا قدام الباب وبدأت جمع في التبرعات وبدأت لهذا الهضرة على الناس اللي يفحلهم ولي مفحلهم كيف ما شتوا في السوشال ميديا رأي الناس مساكن ماكلتهم واشرابهم هزوها من دارهم من قلب دارهم ومشوا يعطوها اللي عنده بيدو ديال الزيت فيه النص ومضروف فيه النص وحيدوا من اللحم ومشوا اعطاه للناس لماذا زعمة؟ لماذا زعمة تحرجوا الناس اللي عنده وما عنده او اللي بيت برعه تبرع وسيلة ووصلت تبرع دياله وسيلينة لماذا تحرجوا الناس قدام الاسواق الكبرى بالهضراء والناقصة لماذا؟ الناس تبرعوا وسيلة الناس تبرعوا مساكنوا وعطوا هذا الشيء الذي يريد أن يعطوه سبيل الله لماذا تحرجوا الناس؟ لكي تجمعوا التبرعات ومشوا تديروا الزحام في الطرقان وتقولوا الجمعية الفلانية دارت ودارت ودارت هشمو شوية على عراضكم هشمو شوية على عراضكم قسمين بالله العلي العظيم كنت انا في المغرب ومشيت دخلت لشي سوبر مارشي وكنت خارجة وشي واحد دار فيه وشي شوفها ماشية هذيك قسمين بالله تذيك سعرضها له ما نخليش في قلبي والله ما نخليها في قلبي لهذه الدرجة وصلت بكم الوقاحة لهذه الدرجة وصلت بكم الوقاحة أنكم تولوا تهينوا الناس على أساس أنهم ما تبرعوش ما كفاكم شدوك الفيديوهات اللي كنا نشوفه في السوشال ميديا المرمرة كبيرة وراجل كبير غادي بخنشات عدد دقيق فيها النص ما فقدوش مسكين ما عندوش ما عندوش ها كل واحد رماش يعلق تجهدوا كل واحد مش يعلق تجهدوا والدليل رأى أمامكم ولكن باش تحطوا الناس مواقف محرجة وتبززوا عليهم بأنهم يتبرعوا ولما تبرعوش تسمعوهم الهضرة وتشوفوا فيهم تشوفها الناقصة وتلوح عليهم الهضرة راح شوما راح شوما ثم تهاتفت عليكم الشمعة وسيليتو شفتوا الجمعيات طلعوش شفتوا الناس وصلتهم تبارك الله والخير في المغرب ما شاء الله متضفق 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 لا تستخدموا مع الناس هذه الأساليب تشوفوا فيهم تشوفت الناقصة وتلوحوا عليهم من هضرات عمارة ما تبرعتوش والله سيدة ما غيرت سنكتها تقولها لي انتايا شوما أنا الحمد لله تبرع دي اللهم ملك الحمد وصل لأمانة وصلت وما زال ان شاء الله اللهم ملك الحمد فرحانة ومرتاحة انني درت الواجب جليل الوطني اللهم ملك الحمد كيف قلتها في ستوري دي كل نهار أنا ماشي بالضروري أنني خصني تنكون في البلاد عد نعاون وخا نكون في آخر الدنيا الواجب الوطني دي خصني نديرو خصني نديرو اللهم ملك الحمد شكرا شكرا اللي يستغلوا اللي يستغلوا هذا الموقف هذا والصالح ديالهم ولكن ليله الله محمد رسول الله هدو ما فيهم لا رحمة لا شفاقة نهائيا فغيما أغلبية الناس أعطاهم من غير تصوير وقد يدي التصوير يعني أنا كنشوفها رأي شخصي وكل واحد القناعة دياله كيفاش ديره كل واحد قناعته كيفاش ديره وأهم حاجة أهم حاجة أننا أننا تبرعنا وهذا الشيء أنا كن أعتبره ماشي مساعدة هذا كن أعتبره أنا واجب واجب وطني والحمد لله بلادنا بلادنا نادات علينا وحنا لبينا النداء بكل فراح وكل افتخار وليله الله وقدر الله وما شاء فعل ولكن وخا يدخلوا عندي ناس بزاف يبدأوا يقولوا يا ما دارتيش ما دارتيش ما هذا ما هذا ليس بالضرورة أن نبرر الناس كاملين وأننا نجاوب الناس كاملين الحمد لله نبيني وبين رأسي وبين سيد ربي أنا مرتاحة لأنني الحمد لله أديت الواجب ديالي هذا الشي اللي كاين بغي ما يعني البنت شرس صيفتت لي ميساج والله العظيم لصيفتت لي أوديو وهي فيها واحد الحسرة والله العظيم على الموقف اللي ترى لها حشومة راعي والناس وراعي والظروف الناس رمش كل شي مقتدر لهم عنده مقتدر ماديا أنه كل ما بيدخل سوبرمارشي ولا بغي يدخل كارفور أنه يخرج ويتبرع اللي يقدع لشي حاجة رهدارها دونك راعي عفاكم راعي والناس اللي يرحم بها الوالدين وحق الله العظيم لكين الناس اللي ما مقتدرهمش نهائيا أنهم يتبرعوا وقلبهم ضرهم وحسني بتأني بالضامر أنهم ما عندهمش يتبرعوا ولكن ليلى هاي الله ليلى هاي الله ما عندهم ما يديروا أه علاش فلانا نزلت وانتي ما نزلتش كل وحده الظروف دياله أنا ماشي بالضرر أنا ننزل وماشي في مصلحة هذوك الناس اللي منتضررين أنا ننزل وانتزحام ونعمر طريق وكذا وكذا ما زال كي قلت ما زال ما زال بزاف ما زال محتاجين هذ الناس رمشي غير هذ 15 يوم اللولة ولا هذ شهر اللول رمزال محتاجين على طول العام هذ الناس رهل زعم الأوضاع دياله ما ما غاد تحسن وما غاد يش تقدف شهر ولا شهرين ولاقع نقوله عام رمزال هذ الناس محتاجين كيف مكانوا محتاجين نقبل هذ الكاريته هذي مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة